صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. ندخل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني. ده انت متواصل مع ذاتك قوي. اه او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن مازلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش طب اجرب مجربش حاجة كده من من انواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقول لك انت مستقر? طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور اي تاني. طور اه او برج مائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه الكوين اوف سوردس يعني بيفكر بعقلو قوي. ما يكون الكوين اوف سوردس في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقلو اكتر من قبل. وبيحسب الامور جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه? حاجة زي كده يعني. اه عايزة شورة اكتاب الكارت ده عشان ما اكونش برضو ايه? اظلمه واسع انا اقول لك نيته مش حلوة ولا حاجة? ده انت بس تعمل مع حد هوائي. الشخص ده عايز آآ يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم وانت استقليت بذاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني. مش مش هزار يعني. وممكن يكون الكوين هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. وعايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو. مع تحمل المعنين. ولكن هو اه اكتشف اه في حقيقة المشاعر بان اللي عمله ده ما كانش صح مسلا. ان هو كان يتعمل معك بطريقة دي او حتى ينهي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا هنا. الجرأة حالبا الجرأة. الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقك. وعايز يلحقك. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. بشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقول له انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان اعيدها معانك. والكوين اف سوردز اه معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا انه هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اه ما كانش يا صاح ان هما انه يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي دقا نظرته ديك في الشهر دقا. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل الامراج المائي قفلت خلاص كده. ده حتى تالت قراءة هو ودي قفلت. اتفصل بس انت فعلت خلاصه. ومش عايزه تاني في حياتك لانه لانه هو شايفك. وهو ما استنتجش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. هل ممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده هوفينت. ممكن تكون اتجوزت مسلا. او كتبت كتابك. او اتخطبت. الله هو اعلم. حاجة من هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك اه بص هو ثانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده? بص هو رفع ديها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده? انت روح ترتبط بعد ما احنا سبنا بعض ايه ده? يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت 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 فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مش عارفة انت ده زي ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقى لكو شهر واحدة مكتوب كتابك بعدها بشهرين. فازاي يعني? هو مستغرب. فزي ما يكون شايفك ان انت خلاص. افلت القص من عندك. وبدأت الحياة الجديدة اللي انت كنت بتتمنها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة مبسوط بس مش حاسة ان انت ارتبطت لان او ارتبطت ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان انها نقف بقى انت كالسي دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت الحياة يعني اللي انت كنت عايزها. او كنت ارتبطت او داخل علاقة جديدة. ونوي تكمل يعني. هو شايفك اتقفلت خلص من ناحيته. مش مش هينفع يرجع تاقي. ده لدمان قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف انت اتقلت في علاقة. وشاعر باسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني. بيقول ايه اللي انا عملته في نفس ده. وشايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل من ناحيته خالص. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. على اللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في اه في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يقول بالعرب خلاص. العلاقة بيننا تقطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني وبين برج العرب. حاجة انت ممكن تكون اعملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملت له بلوك بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بقى? ده مش كده باصلي. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي ما يكون بيمر بكرمة اه فيه كرمة عنده بتحصل. اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزا الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده اه مش عايز اقول ان انتم منفصلين بس اه هزا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة او ممكن يكون فقد وظيفة. مش عارفة حسك كده مش مش عارفة ليه حسن حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح هشوف شغله في حتة تانية. اه ممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج. عشان كده انت اتجوزت. او اتخطبت. الشخص ده اه كان في وقود ما بينكم مسلا ان يجي لخطبك مسلا مسلا يعف شهر سبعة وما جاش. فقمت انت اقول تيه مسلا خلاص. انا مش عايزك. انا هتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازيه ولكن العلاقة بالفعل انتهت. واقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عنده شيء انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص. يعني هو بينقل تغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبطة بشخص ويرحل عني تماما بقى ما فيش رجوع تاني بيبقى بيبقى العلاقة خلاص يعني العجلة اتقفلت خلاص. فهو آآ بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حياته. خلاص خلصت هذه العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت اه اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان اه في حد متقدملك او حد انت قلت له مسلا انت كنت تتقدمني ولا لأ عشان في ناس متقدمي لي وهو مجاش او قال لك لأ مش هينفع اتقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة من ازال قبيل يعني وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة وخترتي. خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو. وانا مبسوطة. بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بله انتو مبسوطين. انتو خلط افهلتوا العلاقة علاقة راحت لحلام. انتو مبسوطين يعني خلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني وهي مشاعره آه وهو مش مش يعني مش بالدقة اللي انا عايز اقول eighteen مش مش مشاعر. هو هو عايز يستفهم بس يعرف. هو انتم فعلا بس انا مش فهمة ما هو واحدة اتجاوزت او اتغطبت لحد تاني ما انا كنا منسيتك يعني. مركز معي ولا مركز في حاجة زي كده. طب هو عايز يعمل ايه نيته ايه? هو نيته غريبة قوي. نيته ده النواية صغيرة قوي. شنية كبيرة يعني. هو عايز اه يكلمك تاني وتبقى فيه علاقة تاني. يعني يبقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى اه هو يعني عايزك وترجع وتتكلمه مع تاني حتى لو كلام اه صحاب يعني على القل. يعني انت خلصت اتخطبت او انت اتجاوزت او خطبت. اه بس على القل يا اخي يعني بقى في صداقة. يعني على القلة بقى ما حب اتكلم معاك انت اتكلم معاك ما تقطعش معاك القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حالي ما نشوف هنا. اهو اهو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على هزي على العلاقة.